بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على ‫رسول الله نبدأ الآن بدراسة الأصول الثلاثة بالأصل الأول معرفة الرب سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام على اله والسلام نبدأ الآن بدراسة الأصول الثلاثة بالأصلاة الأول السب شكرا HTTP كيف فيнуюأى تسلوب أول سؤال ستسأل عنه أخوة بيلي تيو بيلي أولو وراء المسلمين لأكروباتين يباتي ونو ساري ونو كما بيليلي تالي نتين جي أبارتو سنك نقباتو والاي توجيب بي مادا كي نتو في فون والي سيغان تقول رببي الله إسيري راء المسلمين أبارتو فيوني لأمكروباتين أباتي أمين لأجوسف أباتي نسي الله الذين رباني يعني الذين خالق الخلق وامدهم بالرزق أباتي لأمكروباتين أباتي لأمكروباتين وماذا فيوني لأمكروباتين وأنا نسي الله هادي تربية للظاهر باقية تربية للباطن أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء ورسل حتى نتربى أباتي لأمكروباتين تقول رببي الله تبقى رببي الله فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازم لابد أن يعبد ولا يعبد غير الله فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ان يكون أحد محبا من الله من صرف منها شيئ لغير الله من عبادة واحدة لغير الله فالمشرك شرك أكبر كافر فإنه يكون النبي بإمكاني يكون قد تكون لغير الله مخلد خلود أبدي في النار إلا أن يتوب نحن الآن نتعلم الحكم على الفعل أما الحكم على الفعل الحكم على الأشخاص بلان كافر بلان مبتدع هذا لكبار العلماء أو للمحاكم الشرعية نحن الآن نحذر من الشرك ونحذر منه أما إطلاق الأحكام هذا ليس على الأشخاص نحن الآن نحن الآن نحن الآن نحن الآن ترجمة نانسي قنقر